اقليم كردستان يعلنه بشكل رسمي امتلاء كافة صالات العناية المركزة في مستشفياته بالمرضى المصابين بفيروس كورونا بعد ان اقترب عدد الاصابات من حاجز الالف اصابة يوميا رقم مهول لم يصله الاقليم منذ تفشي الوباء ما دع الحكومة الى اصدار عدة قرارات طارئة اهمها غلق الحدود امام القادمين من بقية المحافظات نأسف كثيرا لارتفاع عداد الاصابات والوفيات بسبب وباء فيروس كورونا في اقليم كردستان ونهيب بالمواطنين كافة الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية خلية الازمة تدرس بشكل جدي تطبيق اجراءات حظر التجوال الجزئي او الكلي بين محافظات الاقليم او داخل المدن في حال استمر معدد الاصابات بالارتفاع لا سيما مع وجود عزوف كبير من قبل المواطنين لاخذ اللقاح الذي يوزع مجانا داخل المراكز الصحية هناك كانت اجراءات اتخذت في بعض الدول الاوروبية لإيقاف اللقاح وبعد ذلك خاصة لأعمار الشباب وإعادة استعماله لأعمار فوق الستين في ألمانيا وفوق الخمسة وخمسين في كندا هذا ادى الى خلق بلبلة وتخوف من بعض ولكن اعتقد ان المياه عادت الى مجاريها وحملة التلقيحات ستسير على قدم وساق ويبقى القطاع التعليمي الاكثر تأثرا بشكل سلبي من اجراءات الوقاية الصحية بعد ان استأنفت وزارة التربية قرار ايقاف الدوام في المدارس والجامعات الى اشعار اخر في الوقت الراهن ويسبب التزايد الكبير في اعداد المصابين بفيروس كورونا من غير الممكن فتح بواب المدارس امام الطلبة والمعلمين والتدرسيين لا يوجد احد مستعد بان يحمل هذه المسئولية الكبيرة على عاتقه وان يجازف بحياة الطلبة والتدرسيين يذكر ان عدد الاصابات الكلي في الاقليم تخطى المئة والعشرين الف مصاب بفيروس كورونا وقرابة الاربعة الاف حالة وفاة خلال عام واحد تقريبا تزداد عدد الاصابات في الاقليم فيتضرر العراقيون جميعا من جراء قرار منع دخول السايحين الى اقليم كردستان ما يعني ضمنا توقف الحياة الاقتصادية العديد من المهن والحرف والصناعات وايضا حرمان السايحين من الاستمتاع بالربيع الكردستاني من اربيل على الطاي الفورت